سجلت الجهة القضائية عبر الوطن خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 27 أكتوبر 2022 متبعات قضائية ضد 78 شخصا لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة وتمت حالتهم على المحاكم وفقا لإجراءة المثول الفوري وقد صدرت أحكام بالإدانة وعقوبات بالحبس ضد 56 منهم تتروح بين 4 و 15 سنة حبسا نافذا وغرمت من مليون إلى 10 ملايين دينار في عدة محاكم بالمجالس القضائية الأتية تمنى راست تيزيوزو بو مرداس باتنال بويرا قسنطينات بسا أدرار الجلفات لمسان الأغواط البيضا عاما سقهرا سلوادي عنابة وبسكرا تهدف هذه الإجراءات لمحاربة الجرائم المسى بالاقتصاد الوطني خاصة التهريب والمضاربة غير المشروعة